سمعت أحد العلماء يتكلم عن الصلاة و يقول بأنه واجب على كل إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم يسأل يقول يعني ما حكم مثل هذا الكلام و هل هذا الكلام صحيح محمد الأبيض من ليبيا بارك الله فيك هذا الكلام نعم مذكور في كتب أهل العلم عندنا في أصول الفقه مسألة يا محمد بارك الله فيك يقولون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بالصلاة و الزكاة و الصيام و كذا جمهور العلماء من علماء الأصول يقولون نعم الكافر كما أنه مخاطب بالإيمان مخاطب بفروع الشريعة لكن ما تقبل منه فروع الشريعة هذه مثل الصلاة و الصيام و الزكاة إذا كان فاقدا للإيمان طيب ما ثمرت الخلاف طبعا هذا الجمهور يقولون نعم من علماء الأصول يقولون لا غير المسلم ليس مخاطب بفروع الشريعة ابتدان و إنما مخاطب بالإيمان ابتدان فإذا آمن خطب بفروع الشريعة طيب فائدة هذا زيادة العذاب عليهم في الآخر فالله جل وعلا قل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين و لم نكن نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين فذكرت الصلاة هنا مع أنهم يكذبون بيوم الدين و المقصود يا أخي الفاضل كلام الشيخ اللي استمعت إليه صحيح لأن هذه مسألة أصولية في أصول الفقه هل الكفار مخاطب بفروع الشريعة الجمهور يقول نعم و ذكروا مجموعة من الأدلة بارك الله فيك